الله تعالى وبركاته إخواني الأعزاء تلاحظون معي كيف تطعم الدجاجة صغارها وتقدم لهم فتاة ما تأكل في طريقة فطرية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هناك صغار يتواجدون تحتها وآخرون تقوم بإطعامهم فهؤلاء الصص المتواجدون تحتها هم يتمتعون بعقفها وحاملها ودفقها فهي تقوم بحمايتهم إلى أن يقبرون يصبحون قادرين على أنفسهم فسبحان الخارج بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء تلاحظون معي كيف تطعم الدجاجة صغارها وتقدم لهم فتاة ما تأكل في طريقة فطرية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هناك صغار يتواجدون تحتها وآخرون تقوم بإطعامهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر